اشتركوا في القناة في اجتماعات اللجنة العليا لمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي الذي من المقرر عقده في مملكة البحرين في الربع الأول من العام المقبل برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رحب معاليه بالضيوف الكرام وهنأ فضيلة المفتي بصدور القرار الجمهوري بتعيينه مفتيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة من جانبه أعرب فضيلة المفتي عن تقديره لمبادرة جلالة الملك المعظم بإقامة واستضافة مملكة البحرين لمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي بتنظيم من المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وبالتعاون مع الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البحرين بجمهورية مصر العربية وما يجمع المؤسسات الإسلامية بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوة وتعاون وتنسيق اشتركوا في القناة